على الرغم من قناة السويس أيضاً اللي بتشهد ارتفاع في معدلاتها والكلام ده كله المواطن بيقول دول مصادر الأساسية في العملة الصعبة إلا أنه عندي مشكلة في توافر العملة عندي مشكلة في قيمة الجنيه وده بيعني عكس على حياتي في كل النواحي فإذن إيه الحل برضو؟ ما إحنا عندنا المصادر الأساسية فيها تحسن لكن ليه حياة المواطن بتتحسن؟ هقولها هيكوة الحل ببساطة الحل ببساطة إحنا أنت بتبيع بكام؟ بتشتري بكام؟ أنت حضرتك نوضح برضو بشكل بسيط عشان أهلينا في البيوت يقدروا يفهمين الأزمة مصدرها إيه؟ أنا النهاردة بأبض 100 جنيه وبدفع مطلوب مني يدفع 200 جنيه فطبيعي هيبقى عندي عجز 100 جنيه فأنا عندي حلين يا إما الميت جنيه دي هكبرها وبأبض 200 يا إما أقل المصرفاتي وخليها مياه ودي مش على أرض الواقع على أرض الواقع مستحيل تقلل المصرفاتي تخليها مياه نحاول نعمل إيه؟ نرتب الأولويات نقول تاني يا جماعة أنا كنت مخليها 200 فبدأنا نخرج بره نتظام الروتيني ونعمل عاصمة قدرية جديدة ونطلعها بره الموازنة العامة ونعمل حاجات في قناة السويس ونطلعها بره الموازنة العامة بحيث الأمور الروتينية تقف ونحرك بسرعة وتمشي الأمور بسرعة وما نبقاش محتاجين الشكل الروتيني اللي بيوقف كل المشروعات في التاريخ الدولة المصرية على مدار تاريخ لكن في الآخر إذا أعمل لك إيه؟ تزود لك أعباء لأنه أصبح آه في دخل لكن الأعباء بقت كبيرة جدا لأنه أنت عندك التزامات هل التزامات دي قاتلة؟ التزامات دي مع شوية إدارة كويسة لكن مش بكرة يعني برضى عشان من نرش المواطنين والله على آخر السنة دي لا إحنا بنتكلم على توقعات العالم كله للانفراجة مش هنقول إنه خلاص الحياة تبقى وردية لانفراجة الأزمة الاقتصادية في مصر وفي العالم 2024 لا مع يمكن بداية 25 يعني النص التاني من 2024 هنبتلي شوية نشم نفسنا مع بداية 25 تبتلي شوية تتحسن الأمور الاقتصادية في العالم وفي مصر لأنه إحنا الاتنين مرتبطين أزماتنا بالنسبة أزامة حقيقة تقولين إحنا عندنا حاجات كتير جدا بنجيبها من خلق نقدر نعملها هنا وده اللي الدولة بدأت تعمله يمكن ما حصلش بنظام هل متأخر هو الناس بتسأل دلوقتي على إن إحنا ركزنا على المدن الجديدة والعقارات والكلام ده كله لكن فين الصناعة فين الاهتمام بشكل جديد الزراعة بالاستثمار بتشجيع المستثمرين إن يكون في بيئة استثمارية آمنة بشكل حقيق دائما بنعمل إيه عندنا بتزير وزير وزير أخر بمعنى إيه أول ما تزيني أقول عاصمة الإدارية أنتو عملتوها نمين معلش يعني عاصمة الإدارية شغلت كام واحد وخلينا برضو نقول للناس لما الناس اللي كانوا في ليبيا كانوا عندنا 2 مليون مثلا في ليبيا كانوا هيرجعوا يشتغلوا إيه كان لازم تفتح هنا وتفتح هنا وتشتغل هنا وتشتغل هنا عشان تشغل الناس دي عشان تستوعب مصانع بتشغل وبالمناسبة نحن ما عملاش العاصمة الإدارية رفاهية العاصمة الإدارية لأن القاهرة خلاص يعني أنت مش عايز مستثمر خارجي مستحيل مستثمر خارجي ييجي في مكان في عاصمته بتوعى الثلاث ساعات على المحور أو على الدائرة لازم تجهز له مكان يقدر ييجي يستثمر فيه ويحط فلوسه فلازم تعمل العاصمة الإدارية ولازم تعمل المصانع الكبيرة احنا النهاردة بنتكلم عن ملف الزراعي على سبيل المثال الرقعة الزراعية اللي تم إضافتها وحتى احنا بنتكلم اه فيه ترخم عادي فيه ارتفاع أسعار لكن فيه وفرة يعني النهاردة احنا كنا على سبيل المثال المواطنين كان فيه فترة دائما للطماطم بيسموها المجنون عشان كده يعني في التاريخ المصري يعني في حديث الطماطم دائما يسموها المجنون ليه لأن تتيجي فترة كده وتلاقي طماطم يعني زي اللحمة مش لقيها وأسعارها علي جدا مالاش نتكلم عن اللحمة دكتور عشان الكلام عليها صعب أوي ففرة بس احنا بكلم الطماطم كان سعرها بيعلى جدا هل احنا آخر سنتين الطماطم سعرها علي حقيقة لا يعني النهاردة الطماطم يعني ما بين خمسة إلى عشرة جنية وبتنزل وتطلع بالضبط لكن في الآخر في إطار مقبول معظم الخضرات والفواكه احنا كنا سلت غذاء بالنسبة للخضرات والفواكه لدول خلال فترة كورونا بشكل رائع جدا لأن احنا عملنا ملف كما ينبغى أن يكون بس احنا عندنا برضو زيادة في أسعار الخضرات والفواكه هذه الأيام إلى حد 100 طبعا بس احنا زينا زي العالم الزيادة في الحتة دي احنا زينا زي العالم احنا عندنا يمكن معدلات تضخم زيادة شوية نتيجة بعض السياسات الاقتصادية بالإضافة على فكرة السلوك الاستهلاكي كمان احنا محتاجين نضبطه يعني عارف حقيقة لما يبقى فيه أزمة مش محتاجين نرميها على بعض بمعنى إيه أنا أقوله حكومة الغلطان والله ده شعب الغلطان لا فكل واحد عمال لي بش في إصراءات بالضبط احنا نهارده في أزمة فالأزمة دي محتاجة تغير من الكل